المبادرة التي يأخذها المجلس يعني باقي شركة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط من أجل المساهمة في الرفع من قدرة الجائية المغربية على طرف حول قضية الصحراء علما أن الجائية المغربية الآن مساهمة منذ 45 سنة فالطرف ولكن يوم ربما سنقف عند بعض الإشكالات التي هي مطروحة خاصة ما تقدمها البوليزاريو كحجاج من أجل يعني إعطاء حق شرعي للبوليزاريو في تواجد بالصحراء أو الدولة الصحراوية خاصة ما ينشرونه بأن لم تكن هناك الدولة في الصحراء قبل الاستعمار الإسباني وهذه موغلطة تاريخية التي يعتمدون عليها من أجل قناع الرأي العام خاصة الأوروبي بحقيتهم في الصحراء نريد أن ننتج مجموعة من المواد باللغة الأوروبية تضحى كل الأفكار التي يعتمدها لخطاب جبهة الانفصالية حتى نبين رأي العام الحقيقة لأن اليوم كما قلت أن بعد 45 سنة لا يمكننا كمغربة في الداخل والخارج نستمر في الانشغال بهذا السرع المفتعل من طرف الجزائر لأن الجزائر هي لها مشاكلها والجزائر إذا كانت تدافع على تقرير المصير فكان من الأفضل أيضا أن تدافع عليه في تقرير المصير يعني في الجزائر نفسها منذ أن توقف المسلسل الديموقراطي في الجزائر لغاية الحراك الأخير للشباب الجزائر إذن الجزائر لا تملك مشروعا مجتمعيا الجزائر في الأحرى أن تعين يعني على إقامة دولة أخرى في المنطقة إذن سننتج مواد تضحى كل هذه الأفكار نقدمها للجالية حتى تستطيع أن تترفع بها أمام سواء المؤسسات الدولية ولا أمام الرأي العام الدولي خاصة كما قلت ذكروا باللغة الأوروبية ولكن أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد مياد المعركة الكبرى التي يجب أن نحوضها من أجل أيضا تعريات الأكاديم والإشاعات والفاك نيوز التي تنشرها البوليزاريو